حراك سياسي مكثف على الرغم من الخرق الدستوري الذي تعيشه البلاد حراك بانتظار حسم البرلمان الكتلة الأكبر وفق تفسير المحكمة الاتحادية وطلب رئيس الجمهورية في المقابل الشارع يصر على مواصفات رئيس الوزراء الجديد كما تصر بعض الأطراف السياسية على موقفها الرافض لترشيح شخصية تسلمت موقعا سياسيا تنفيذيا متقدما دعوة إلى هذه الكتل بضرورة الإسراء باختيار شخصية يرضى أنها الجميع تمتلك الكارزمة والقرار والقوة وتكون مدعومة بقوتين رئيسيتين كتلة سياسية قوية داخل مجلس النواب تتمثل في الإرادة الوطنية وكتلة للحراك الوطني الموجود التمسك بالاستحقاق الانتخابي عاد وهيمن من جديد على موقف الكتل السياسية فتحالف البناء الذي يعرف عن نفسه بأنه الكتلة الأكبر لم يتراجع عن دفع قصي السهيل كمرشح وحيد بينما سائرون الفائز الأول في الانتخابات فركل الكرة نحو ملعب المتظاهرين بقوله إنه الكتلة الأكبر بعد الانتخابات وما بين الموقفين تحذيرات من تعقيد المشهد وصعوبة الخروج من الأزمة يجب أن نتجه باتجاه تسميات الكتل وتسمية رئيس حكومة الذهاب اتجاه الكتب والمراسلات ما بين السلطة التنفيذية التي هي رأس الجمهورية وبين السلطة التشريعية التي هي قبة البرلمان هذا يدخلنا في تسويف لمطالب الشعب العرابي بقاء حكومة عادل عبد المهدي كحكومة تصريف أعمال لشهر كامل قد يعطي الفرقاء هامشا للتحاور والتباحث لأن الفراغ الدستوري لم يحدث بعد ولأن فرصة الاختيار لم تنفد أيضا الخرق الدستوري في العراق لا يعني نهاية الخيارات والحوارات لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء ما دام الخرق مكررا في حكومات سابقة فهذا يعني أن الحلول ليست مستحيلة إذا توافر التفاهم والرضاء لدى جميع الأطراف محمد الفهد بغداد الميادين